السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسائل انوار ومسائل فل عليكم جميع اللي عاملين ايه هو فريق اه جعفر العم ده بيجي في اول كل ستريم يشبه للمسلسل اللي يا رجال ايه الحكاية عدم الموافزة احنا في اه موسم رمضاني ماليء بنظريات المؤامرة الناس ماشي عاملت بص حوالين نفسها شيء غريب جدا يا له محمود من فضلك اعمل ريفيو مستفيد شوية عن سره البتع والهرشة السبعة انا سره البتع خلاص خلصت اللي عندي في الكلام معنديش حاجة جديدة تتقال وعلاقتي بانتهت الهرشة السبعة ممكن نتكلم فيه كلام بتفاصيل والنهاردة بالتحديد كمان لان النهاردة نمط الحلقات اتغير احداث بقى فيها مفاجآت وحصل حاجة على وزني الزلزال يعني فانا جاهز لده ومستعد له فرش الصباح له جدا يا جماعة وتحرك لقدامه والحاجات اللي ما كانتش عجباني في الحلقات اللي فاتت بقى ليها تبرير ده ما يحسنهاش يعني يتفضل الشكل في الحلقات اللي فاتت اللي هي وصولا للحلقة السبعة يعني كان موجود اللي بيبرره ان هو على ما يبدو ما كانش ناوي يكمل على النمط دوت لنهاية الحلقات وده اللي انا بتوقعه دلوقتي ان هو في الاول كان اه عندنا حدوتة انا اشرت عندنا حدوتة وعندنا خطة احداث وعندنا شخصيات بتتطور معنا وعندنا علاقات بتتطور معنا ومع ذلك كل اللي احنا بنقدمه بنقدمه في شكل مواقف عيل تاه ام تعبط اب بيعاني من عدم نجاحه المهني مشاكل مادية بنت وولد بيحبوا بعض بس مش عارفيني لا اصيغة للارتباط الولد بيطرح فكرة مجنونة البنت مش عارفة تعمل ايه اثر العلاقات بتاعة الاهالي على الولاد موقف 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 وقلت لكم التقسيمة بتاعتها والانطباعة بتاعها هو على ما يبدو مش مسلسل مواقف يعني هو الهدف الاساسي منه مش انه يقدم مواقف هو اللي حصل في السبعة حلقات الاولى انه كان بيبني تاريخ للشخصيات بيبني بروفايلات للشخصيات لانه يكون لها شخصيات معيبة مش حكاية ان الحياة صعبة وبتقدم تحديات لأي تنائي في الدنيا او لأي زوجين في الدنيا او لأي قبل في الدنيا لا هو الشخصيات بتاعتنا ديت احنا محتاجين نفهمها شوي نفهمها اكتر نتواصل معاها اكتر لان في حاجة هتحصل بقى في حياتهم مهمة دلوقتي يعني دلوقتي تحسوا ان النطات الزمنية خلاص بقت قسيرة جدا وده منطقي لان احنا قربنا نوصل من اليوم اللي احنا فيه دلوقتي اصلا فحنشوف بقى اثر تاريخهم دوت على اللي بيحصل في التحديات اللي بتقابل علاقتهم شكلها عامل ازاي هنس المفهوم بتاع الهرشة السبعة او اللي هو بعد السبعة سنين جواز ايه اللي هيحصل بقى في الدنياهم كلهم انا عجبني ده جدا شايف ان هو شيء محترم واتحس ان المسلسل ما خدعكش فيه هو ايالك اللي هيعمله في عنوان المسلسل من البداية خالص فانت لازم كنت تتوقع ده وتفهمه او بمعنى اصح فيما هو قادم من حلقات تحس كده انك قدام مسلسل بيحترمك فانت كمان محتاج تحترمه شوية يعني تعلي عليه التحديات شويتين وانا اتوقع ان هو قده سبع حلقات بابني شخصيات مش بابني شخصيات بابني تاريخ للشخصيات الشخصيات مبنية من اول حلقة اساس البروفايلات بين مين ابني مين حكايته ايه مستوى الاجتماعي عامل ازاي الحاجات دي كلها متقدمة من الاول دلوقتي احنا بنبني تاريخ شوفنا الاحداث بتاعته عارف انت النقطة الاعظم في رمضان السنة دي كفاية اللي حصل في جنصة او مش مكفيك اللي حصل في جنصة او المعرفش ايه بتاع جنصة هو دوت اللي حاصل يعني انت كممكن تقعد تشير من خلال احداث المسلسل للمرة اللي كنتي حتضيعي فيها ابنك او المرة اللي انت مسانتنيش فيها في شغلي او المرة اللي ابوكي وامك اتطلقوا فيها زمان او نلجأ لأساليب سرد مش حاول وحشة بس معتادة قوي بتاعت الفلاش باكس لأ انت شفت ده بيحصل انت كنت عاد معاهم والكلام ده كله بيحصل انا شايف ان دوت شيء فريد كمان شيء متميز يعني يعني تيجي تتكلم على فكرة دي ابوها وامها مطلقين بعد ما كبروا دي كانت حتبقى شابه مكفية اللي حصل في دمسة كده لأ انت شفت دوت وهو بيحصل قدام عينها ده شيء محترم جدا كده حلقة النهاردة لسه ما شفتهاش ده فيها حتة صدمة يعني هرزرة حسيت كده ان نمط المسلسل كله تغير مين الاداء الاقل من الرباعي في الهرشة يا دود سؤال جميل سؤال مثير للجدل طب ليه ما تقولش مين الافضل ليه نمسك بالاقل ليه 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 يعني انتشر عليك في الفترة الاخيرة انك بتركز على الجوانب السلبية من الحوار وينو اصلا لا يو جانا بي سوربرايزد والله اسماء جلال انت خايف لو كانت اسماء جلال ما كنتش حبقى خايف اه اه امينة خليل الصراحة بصوا زي ما بقولكم كده المواقف اللي حصلت في الحلقات اللي فاتت كلها خلوني معلش ادوني ثانية كده احاول اصيغ وجهة نظري علشان انا مش مستاء من الاداء بس هو على حد تعبير السؤال يعتبر فعلا الاقل ما بين رباعي البطولة لو قلنا ان البطولة لها رباعي يعني احنا النهاردة فهمت انا وممكن اطلع فاهم غلط ورد جدا يعني بس النهاردة فهمت ان كل اللي حصل ده ما كانش مواقف المفروض تبني معانا احداث دي كانت من تاريخ هذه الشخصيات عشان حيتبني عليه اللي حيحصل في مستقبل الاحداث زي ما بنقول كده بنبني تاريخ الشخصيات مش بنبني الشخصيات الشخصية بتاعت امينة خليل اللي هي شخصية بتاعت ندين شخصية شهدت تقلبات شديدة يعني احنا لو هنتكلم عليها من منظور النفسي على قد فهمي يعني المتواضع جدا نقول عليها شخصية بايبولر لما بتفرح بتفرح بغباء ولما بتزعل بتزعل بغباء وبتبالغ قوي في ردود افعالها في لحظات القلق او الخوف او الحزن او الاحباط وكذلك في السعادة والفرحة والامور دي كلها ده كويس بس ده خد معنا وقت قوي عشان نفهمه من خلال اداءها احنا اول حاجة نطينا ليها من تفكيرنا احنا كمشاهدين هو انها شخصية توكسك او هستيرية او زي ما انا قلت وانا على ما يبدو كنت غلطان في الفهم بتاعي جاي علينا من مسلسل تاني فاخدنا وقت طويل مع ده بينما التلات ممثلين التانيين حسب الشخصيات بتاعتهم التعائدات اللي عندهم او الصعوبات النفسية اللي عندهم وصلت لنا اصرع شوية الخايف من الارتباط الخايفة من الابانبنمنت الخايفة من التخلي اللي عمرها في حياتها ما كان معها حد في حياتها واللي عاوز يرسم نفسه كأنه حقيقي هو العنصر الانجح في الاسرة بتاعته هو اللي بيقودها للامام وفي نفس الوقت انه هو شخصية ديمقراطية ومش عاوز يرسلنا في نفسه كأس السيد والكلام ده كله كلهم وصلونا لده اسرع بكتير من امينة خليل احنا عدنا فترة طويلة مع امينة خليل مع ندين مش عاوزين نوصل لإيه بالزبط والغاية حلقة النهاردة فيها بعض المشاهد انت قاعد مش مرتق مش عارفة اوصل قوي مش عارفة ارسم قوي النهاردة في اللقطة بتاعة المطش لما كانت قاعدة كنت بتتكلم بصوت سهوك كده مش مش وصل بسهولة مش عارفة افهمه بسهولة الجديد على الشخصية مش تابع كل اللي اتقدم لغاية دلوقتي فمش بقول وحشة مش بقول مدايقاني مش بقول حاجة بالطريقة دي بس ارجع كمان مرة في التصنيف بتاع الاربع اداءات او الاربع ممثلة لا هي فعلا اللي معصلجة شوية كمان مرة المسلسل ده بيتجدد احنا لغاية دلوقتي بنحاول نتوقع هو بيدور عن ايه بالزبط او النمط بتاع السرد بتاعه المفروض ان هو يوصلنا لايه بالضبط فمفيش رهان نهائي على ده يمكن تفاجئنا بحاجة بعد كده نكتشف ان كل اللي قدمته قبل كده كان مبرر دس وصولا لنهاية الحلقة السبعة احنا زرجلنا شوية او انا مزرجل شوية مع الشخصية دي يوسف الشريف كان بيقدم جودة لحد الابنة بتاعها احسن من احسن مسلسل في رمضان لا لا ده 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 منشدت قوي اللي انت بتقولوا يا دود انا دخلت معكم اتفرج على مسلسلات يوسف الشريف بناء على الصمعة اللي انتو سوقتوها لمسلسلات يوسف الشريف ومشوفتش بعيني اي حاجة من الحاجة اللي انتو بتقولوها دي معلش يعني انا مصدقكم في ان انتو بتقولوا ان مسلسلات يوسف الشريف اللي قبل لعبة ابليس كانت مسلسلات اسطورية خلاص انا مصدق ده بس لعبة ابليس ده من كم سنة يا جدعان ومن ساعتها مفيش حاجة ترتقل انه يتقال عليها اللي انت قلتو ده هنا هيا اوال اقل حاجة فيها أفضل من افضل حاجة في رمضان التالب لأ خالص يعني انا باتكلم من اول لعبة ابليس كلامي واضح انا ما شفتش السياد كافرد الهاب كان حلو اقوي كافرد الهاب كان حلو مش حلو نسئوات اوي ومش احسن من احسن حاجة في رمضان السنANYA خلي بالك من الجملة اللي انا معترض عليها بالتحديد لا بجد السياد او احد من افضل مسلسلات المصرية انا مسدق ذلك والله مش معترض عليه وانا بتريت اتابع مسلسلات يوسف الشريف على الصمعة دي. بس من الواضح ان كل اللي حصل بعض الصياد مع يوسف الشريف كان المداح ليه فرصة? لا. المداح ليه اي فرصة من اي نوع معي. شفت مشكلة محمد سعد? شفت مشكلة محمد سعد. شفت الفيديو. كان طالع من امبارح. وما انتشرش النهاردة على ما يبدو. كنت اتمنى انه ما ينتشرش وما ياخدش حقه بس. كمان يعني. دي فضيحة حصلت في رمضان. ازاي ما تنتشرش? واضح ان الاشعات اللي بتتعلم محمد سعد حقيقية. اللي هي ايه بقى? هزيه الاشعات. انه ديكتاتوره بيمشي اللي في دماغه. بص موضوع محمد سعد دوت اه طبعا المشهد اللي احنا شفناه مشهد مؤدي نفسيا. واللي اه تفرجنا عليه دوت شيء ما نحبش نصدق ان هو بيحصل. بس لازم نقتنع جميعا واي حد في الدنيا دخل اي سات من اي نوع. عارف كويس قوي ان الاغلبية العظمى من الاجواء بتاعة اللوكيشن التصوير كده. مفيش الفكرة اللوكيشن الرومانسي الجميل اللي مفيهوش زعيق. اللي مفيهوش ديكتاتورية. اللي مفيهوش تهزيق. اللي مفيهوش كلام زي ده. يعني انا على حدود اللي انا شفته. وهي شوية برامج مش اكتر من كده. وشفت ده. شفته كتير كمان. شفته بطريقة توتر جدا. يعني انا شخصيا كان لها تجربة كنت ضيف في برنامج. هو الحمد لله البرنامج ده ما تزعش. يعني على على ما يبدو صوره منه حلقاته. وبعدين اكتشفوا ان هو مش نافع فلغوا منه. وانا من تواجدي في يوم التصوير الاوحد ده اقدر اقول لكم بالنسبة مية في المية ان هو فعلا ما كانش ينفع. لان المخرج كان شخصيا عنيفة الى درجة انا ما شفتهاش قبل كده. وده مخرج برنامج. يعني عمره في حياته ما هيوصل على مستوى الشد العصبي. او على مستوى النرفازة. او على مستوى الامور دي كلها. للدرجة اللي ممكن تحصل لحد بيحضر المسلسل في رمضان. وانا لما قعدت. يعني لما وصلت للنقطة اللي انا خلاص حتري في الانترفيو بتاعي. انا قلت للموزعين. قلت لهم انا متوتر جدا. يعني ما اللي حصل في اللوكيشن ده موطرني جدا. فالاجواء في الاغلب كده. هل انا دلوقتي بحاول اعضر محمد. الحقيقة لا. ليه? لان هو عرف عنه ده بشكل متكرر من قبل ما نشوفه بعيننا. ان هو ديكتاتور. من ان هو بيتدخل. من ان هو افسد مشاريع كتير بتدخله. سواء اتعرضت او اتعرضتش. اتنفذت او ما تنفذتش. فلا. سعد عرف عنه هذا الموضوع بشكل متكرر. وان في واحد في اللوكيشن يقصد ان هو يصور له فيديو زي ده. فمن الواضح ان الموضوع وصل لدرجة خلاص بقى. يعني الناس اللي قاعدة نفسها بتخطر باكل عيشها لان الموضوع بقى لا يطاق. بقى لا يحتمل بالنسبة لهم. فما ببرقوش طبعا. بس ده تصاعد مش غريب على الجو المسموم بتاع اغلب بتاعت التصوير او البيئة بتاعت التصوير في الاعمال وبالتحديد في الاعمال الرمضانية وبالتحديد تحت الضغط. ضغط ايه بقى? ضغط الزمن? ضغط الجماهير? ضغط اللي جان? ضغط السوشال ميديا? وضغط اللي قدر الله وعلى ما يبدو ده اللي بيتعرض له المسلسل بتاع محمد سعد ضغط الفشل. ان هو ما بينجحش. ان هو بقى له فترة طويلة مش عارف ينجح. فالموضوع مصدر عنده حاجات وصلت لهذه النقطة. اللي لو في اي مجتمع. ان دي لو في اي مجتمع في العالم ممكن تكون نقلة كبيرة قوي في اتجاه او في طريقة لا عودة. لكن احنا زي ما بنقول الدنيا عندنا سماكية شوية على مستوى الذاكرة ولا اتصور ان الموضوع ده حياثر على اي حاجة خالص. الا لو هو قرر انه او صمم ان هو يستكمل هذا الطريق من اختيار المشاريع الحمضانة المهروسة اللي ما فيهاش اي تجديد من اي نوع. ولي مش قادر يقدم منها اي حاجة تجذب الجمهور او تخليهم يحبوا ان هم يتفرجوا او يتابعوا. فاللي انا عاوز اوصل به للاخر من كل هذا الكلام ان الثقافة نفسها بتاعة التصوير في مصر على حد علمي المتواضع جدا والمحدود جدا مش غريبة خالص على اللي عمله محمد سعد. بس يبدو ان محمد سعد ووصل الناس اللي حواليه لدرجة تتفوق على ده كله كمان. فده شيء سيء جدا وبشع جدا طبعا. بس الناس مليهاش زن بتتشتم وهو مش بيصور حاجة واقعة. مش فاهم قصدك في حاجة واقعة. بس هو يعني هل انتو عارفين الكلام دوت يا جماعة ولا ما تعرفوهوش. يعني وصل لكم الخبر ده من ان فعلا في وفي بتاعة التصوير وفي الاستوديوهات وفي الامور اللي زي دي. فعلا فيه اشتيمة كتير وفيه تهزيق كتير وفيه اخناق كتير والعمال والكلام دوت بيتعرضوا لمعاملة سيئة جدا اغلب الوقت مش هقول كل الوقت. وصل لكم هذا الموضوع ولا مش واصل? لا توم كروز اللي تسربله. اللي هو يصل لمرحلة الفضيحة برضو. بس هو يا جبل ما يهزة كريح لتوم كروز. لا يصل لواحد من مية من اللي احنا اسمناها من ساعد. ساعد كان بيشتم الناس. توم كروز كان بيزعق للناس لكن ما كانش بيشتم حد. الصوت الاعلى. لو مخرج هو الصوت الاعلى حتلاقي بيعمل كده. لو البطل هو الصوت الاعلى حتلاقي بيعمل كده. للأسف معروف وللأسف التشهير بيبقى عشان يطير الجدل بدل ما يعدوا المواقف. لا ده مواقف ما يتعداش انا بقولك لو الناس وصلت لهذه الدرجة مع حد حيتصيدوله فعلا. فده يا جماعة مش 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 دخان من غير نار. لا هو من الواضح ان هو جال اخر الناس يعني. بصراحة انا شايف ان محمد سعد محتاج حد يعمل له عشان هو مصرع اللي بيعمل ه ده للأسف بصرف النظر عن الفضيحة تتوقعش ان وده تعبير انا بجتمشي حد يعني. ليه الناس بتنتقد محمد رمضان بتقديم نفس الحاجة كل سان رغم ان العودي ومصطفى شعبان ومحمد سعد بيقدموا نفس الحاجة علشان الناس بتتفرج على رمضان. ده انت فيه مسلسلات قلتها لناس احنا ما كناش نعرف ان اليوم مسلسلات السنائية. لكن رمضان هلناس بتتفرج ليه? رمضان is a very interesting case يا انا. عملة لأ عملة نادرة انت قلت ان هو تلاتين حلقة وانا فاتني منه كتير فطوليت. انا ازف. مسلسل رمضان كريم اتنين? لا. لم كنتش شايف الاولاني اصلا فمعرفش. مالها تويتة عمر سلامة اسكت اسكت. ده انا كنت متصور ان اسوأ حاجة ممكن تحصل في تويتر ان دي تقع في ايد محسن صالح. ولكني كنت مخطئا. ايه حور تويتة عمر سلامة? انا عارفش عمال يقول حاجات غريبة او عملة. ناقس يقولها ازاي محسن صالح كده. عارف محسن صالح لما بيعمل تويتات في ارايم. علشان نكسب الماتش الرسين لازم يكون عندنا دفاع متين. ولازم يكون عندنا جمهور ميلانين. ولازم يكون عندنا اللي بان دانتين. انا عارف العاجات اللي بيعود يعمل قديم. عمر سلامة قرب منها الصراحة. انا بحب عمر سلامة بس انا مش مبسوط بالموضوع ده. كل موضوع. كل موضوع الجدلي من اللي يطلع فيه. جيب لك النهية بقى. بس عمر سلامة قادلة بدلو. كله يجري. تحس ان فعلا جعفر العمدة دخل تويتر. تلاقي الناس كلها بتجري وبتتكفي على وشاة في الارض ده. والعيال بتجري من غير بانطلوناته. اه لا هو يا عمر سلامة قادل تويت. عمر سلامة قادل تويت. دول يعني انت مش متفق مع مضمون اللي قاله ان منع اي شيء مش صح. لا انا مش مختلف مع مضمون اللي قاله في اي حاجة تقريبا من التويتات بتاعته. يمكن بعض التفاصيل القليلة. بس الصيغة اللي هو بيقول بيها التويتر زي ما يكون البيان بتاع الجريدة الرسمية كده. اللي هو بس. كلكم هاريتو. انا مش مختلف. لا مختلف طبعا. مين اللي قال مش مختلف. انهار اسود. لما حد يقول لك ازاي دي اوعد خش في مناقشة. مختلف طبعا. ازاي يقول اللي هو قاله ده. انا بس كان قصدي يعني ان الطريقة كمان غلط. بس هو اللي قال انهار اسود. وبعدين الانسان ما بيتكلم كتير بيه غلط كتير. اه هو بيتكلمش كتير. هو بيتكلم كبير. ازاي مختلف. مين قال انهار اسود. واحد منكم لازم يسيب اللي ستريم انتم ما ينفقاش نقعد مع بعض احنا التلاتة. يا واحد منكم يسيبوا اللي ستريم والتاني هاخدوا على قد عقل وخلاص. والدنيا تمشي يا. رأيك في توتوت عمر السلامة على اي حد ينتقد مسلسل متطرف. ايه? عايز يعني ايه? يعني ايه? يعني ايه اي حد? تقصد? تقصد ايه باي حد? ما هو تعبيرك لكلمة اي حد? لان اي حد ديت لو تسمح لي. لو تسمح لي يعني فيها عنصرية? عمر السلامة ما قالش كده. لا معلش استنى انت عاوزت تبرقه من اللي هو وقالك اي حد يعني اي حد. مش ديه عنصرية يا استاذ? ما لو عاوزت تكلم على جنس معين او جنسية معينة ما تقولها بالاسم. لا معلش ده انا بحضر للقناة ريس جامد ومركز لكم قوي يعني. معلش? ممكن تعمل لقاء مع الفنز بتوعك. ليه? تنويين على ايه? اي محاولة اغتيال عشان تبقوا عارفين انا ححرص على ان اللقاء بتاعنا يكون مكان فيه كاميرات. في اي حد حيفكر في اي محاولة اغتيال من اي نوع. حتروح في دهيه. بص. حيب اسمك في الاخر روحت في دهيه في يوتيوبر. شوف في التفاها يعني. هي رأيت في الصفارة يا دود. زريف بس هو ابتدى حلو قوي وبعدين بقى حلو وبعدين بقى كويس. هو لسه مش وحش. بس هو اول تريبها اول صفارة احلى واحدة لغاية دلوقتي. واللي بعدها احسن اقل من ها شوية. واللي بعدها اقل من التلاتة شوية. فاحنا ما بقدمناش حاجة وحشة. ما قدمناش حاجة بيخة. بس احنا ما بنتحركش لقدها. محنا نرجع الوار. لا لا بس الصفارة النهاردة قفلت قفلة لحاجة جديدة شكلها جامد جدا. اه اتمنى. مش مش عارف اذا كان شكلها جامد ولا لا. بس هي كويسة انها انتقلت للا بعدها. فقدينا متطلعين وحنشوف اللي حيحصل. تمثيل الاطفال في الصفارة جميل. زراف. حلوين. كممكن احسن بصراحة بس حلوين. ايه اكتر موسيقى عجبات من الحاجات اللي بتشوفها? موسيقى? قد حكالك لو قلت لك مفيش ولا موسيقى معلمة معي? حتى الهرشة. الهرشة اصلا بتقدم نخبوية قوي يعرف? بتاعت الناس المثقفين قوي يعني. اللي هو ليه كده يا جماعة ما انتم مزودين يا حبة يعني. مفيش مفيش حاجة علمت معي يا جماعة. مفيش حاجة ركزت معي كده يعني. الكتيبة يا دود. يا باشا ده كده كده احنا دايما بصوا جماعة احنا اي حاجة بنتكلم فيها بتبقى بعد الكتيبة. زي بظلت كده انا مبنيجي نعمل دروس 16 على لعيبة بعد ميسي. مفيش حاجة اسمها مع ميسي. الان انت خسرت نص جمهورك بعد ميسي دي. بعد ميسي ديت اللي هو شخصيا بعد كريستيان. فاحنا كده نزل النظرين. قولوك انت هتتعبوني ليه? على ايه يا مارا مارا. في ايه? ايه واجع القلب ده? هل كريم الشنوي ملأ فراغ تامر محسن اللي بيتقل علينا ده. واللي بيتقل علينا ده ولا كأنه مايكل مان. انا مش حاسس ان فيه تشبه كبير في المدارس. لان المدرسة بتاعت كريم بصرية بالمقام الاول. وده مش قصدي ان المدرسة تامر محسن اقل او ما فيهاش اعتبار لذلك بس. كريم بيحاول يقول اكبر قدر من الحاجات بالفريمات بتاعته حقيقة متطورة جدا. يعني انا شخصيا بيبقى صعبان علي لو حعمل او حاجة اني اجيب كدر من الهرشة السابعة واحطه جنب اي كدر من اي مسلسل تاني لان الفرق بمجرد لما بترسوهم جنبه بعض بيبقى قاسي جدا بيبقى صعب قوي يعني. النهار ده اصلا عنده في الحلقة 3-4 كدرات يا الهي. الكدر بتاع شاهين وامينة خليل لما كانوا نايمين في السرير وكل واحد مسك في الموبايل بتاعه واعتمد على الموبايل ان هو ينور وشوشهم يا ربي يا ربي ايه الكدر دا يا عمين جامد جدا مش هقول ان هو اعمق حاجة في الحياة بس حلو توقف قدام وتلاقي نفسك مركز معاه كل تفاصيل الكدرات بتاع تعالي قاسم هو بيستقبل المكالمة او بيشوف الفيديو الاخير ده لا 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 الواد جامد يعني الواد جامد انا فقدت الامل في الكبير فقدان امل في محلو يا دود انتوا انتوا ايه رأيكم في الكبير في حد شايف ان في امل تعالوا نسأل السؤال المباشر على كم في حد شايف ان في امل لأ خالص نو لا انتوا جايين تقولوا لأ او بس النهاردة صحيح ممكن في امل بس مقص من درجة اهتمامنا بيه ازاي يعني هي المشكلة في درجة اهتمام ما احنا مش موافقة بزرعة يلا هو يا عجاري وحش بشكل مش طبيعي ممكن في القصة الجاية خرق يا سطر يا ربي في امل عشان علاء مرسي وهينتهي اول ما حلقته تخلص هو هو انتم مبسوطين بالخط بتاع علاء مرسي انا عمري في حياتي محبت كوميديا علاء مرسي والمرة دي بقى هو اوخي ادراحته على الاخر وفي نفس الوقت عشان نكون واضحين انا بحب علاء مرسي كممثل جدا شايف ان هو عنده قدرات تاكسيدية جبارة بس الكوميديا بتاعته يا الهي سبعين في المية من الشخصيات لسه ما ظهرتش احنا بقنا في الحلقة السبعة رويس يعني المسلسل لو قدم ما تبقى من الحلقات مية في المية دحك بلا توقف ابتدنا نسمع حلقات دخلت المستشفى من كتر الدحك بالكتير اوح ياخد سبع من عشر على اللي حصل بس على حسب لو لسه بيصوره ممكن انا ما عنديش معلومة بهذا الموضوع ايه هي امكانية ان الفيدباك دوت يصل للتصوير ما عنديش فكرة بطلت اقدر اشوف مشاهد مربوح يا جماعة هو كل حاجة مربوحة ما بالرحمة بقى والله يقولنا مش حلوة ترجعت مش حلوة مش حلوة انا معاك ما تيكون نعمل حاملة اليوم كلهم طيب هو شمعنا مربوحة بس القصة دي تخلص ويخشون في حاجة جديدة انت مش واخد بالك احنا نعتبر ان احنا دخلنا في حاجة جديدة اليوم مربوحة كانت جيدة انا 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 في يعني مش عارفة سميه ايه ان نسميه الهبل لان هو اسمه هبل هو بس كان مطلوب منه ان هو يكون هبل بيدحك هو ما كانش هبل بيدحك قوي بتاع ان علاء مرسي مجنون وان هو جايبها على انها بنته والفطار اللي هو كان عامله وكلام ده يزدار في حاجات دحك مش حاول ان هو كله على بعضه قلب وج يعني في جملة لقطة تعبير رد فعل اقاع معين في كلمة وردها بيدحك بس بشكل عامل موقف كله على بعضه تحس ان هو موقف يائس قوي يعني احنا دلوقتي في الكبير علشان نفكر فافكاركم الداية وصلنا من اليأس لهذه الدرجة شيء دايق طبعا ومشاهد جونيو هادرس بقت مهروسة ومكررة وحكاية الجيم والدال زهقت منها ده يناور عليك يا راجل يا طيب مشاهد طويلة ومملة لان مفيش محتوى للاسف ممثلين فين دكتورة بيعطب فين فزاع اي حد يسند طب حتى جونيو هادرس مفيش وحتى لو ما بيطلعوا ما بيعملوش الموضوع بايخ حضرتك مش ملاحظ انه بقى موجه للاطفال اكتر يا راجل تفتكر ان هو ده الموضوع ده كان فيه شقت حلقة اللي قبل اللي فاتت كان فيه واحدة بتتشقت في الشارع ده موجه للاطفال حزلقوم حينقذ الوضع تعرف يا إبراهيم ان انا بالنسبالي ظهور حزلقوم في مسلسل الكبير بتكتب كلمة النهاية انا بعتبر ان خلاص كده المسلسل قفل انا مبطئش حزلقوم في الكبير ده بجد يا دود في جميع الاجزاء ما حبيتش حزلقوم اه ما حبيتش حزلقوم بشكل متفاوت مش دايما لهذه الدرجة بس انا بحب حزلقوم في الاطراجع على الاستسلام شايفة شخصية عبقرية لكن في الكبير لا 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 انا شايف ان مجرد ان ميكي بيحاول يجيب كل حاجة عملها ويوظفها بشكل او باخر انها تنجح وخلاص طب لما طلع الفضاء يمكن ازرف حاجة ازرف تسلسل معاك يا رأيك في ممثل نفادي في الصفار اقولك حاجة تقل دم الشخصية في الكبير باهت على الصفار والممثل نفسه حتم صلاح بقى بيعاني من اثر ده انه خلاص هيبقى طايب كاستد ان هو لازم يطلع دم وتقيل ولازج وبتاع وحننسى ان الهدف الاساسي من الشخصية هي انها تدحك يا اما بسبب الفعل او رد الفعل من حد تاني في نقطة معينة حننسى ده لازم يخرج من الشخصية دي بشكل قابة اخر وزي ما قلت مرة مرة اللي فاتت هو عمل كويس لما عمل شخصية مختلفة في شلبي بس مش كل مرة يطلع في التلفزيون يطلع كده هو انا بس اللي بحس بالكصوف وانا بتفرج على جعفر العمدة ولا اي حاجة تكسفها بص يا مستخبية لا تعيط دي كتير انا قلتش تعيط انا قلت اعناك بالدمع ده نوع من انواع ان انا بستخبأ اساسك هقولك ايه طيب يا عام النهار ده في المشهد بتاعه هو وداش لما تفرج عليه وهو بيضرب العيالة البلطجية اللي جات لما لازم حد يضرب حد في ديك ام هذا المسلسل وحسب الفخر بالنسبة له وابتدى يحترم وهو بتاع وانت عارف الباك ستوري بتاعة هم يقربوا البعد ايه والكلام ده انا انا هقوم مخس الوشي فيها في حاجة في حاجة طرفتني في عيني يا ر يا ربي لا ايه الركاكة بتاعة المسلسل الهيافة بتاعة الموقف الدرامية طرفت لي عيني مش قادر يا خبر يحوس اه ده اللي بيحصل لما تتفرج على الحاجات دي كتير تعالوا بقى يا جماعة نتكلم بصراحة يعني هنفضل مستخبئين من المجتمع لحد امتى كلنا بنقول كده في الاخر لما بنتفرج بنمدسط وبنتفع كفاية جوجمنت خليك كويس الفيمينست هجموا المسلسل يان هاريس وود هما لسه موجودين يعني لسه بيتفاعلوا مع المسلسل وبعدين هما هجموا المسلسل د بس ده اللي بيحصل في المرأة في مسلسلات السنة دي يان هارزرا كرينج بس بتفاعل اكزاكلي انا معاك بس ما تقعدش جوج بقى معرفش اللي بيتفرجوا على معرفش ايه مالهم وعرفش اللي بيتفرجوا على معرفش ايه مالهم ناقص نفتح لك التويتا تبقى اندليمتد وتبقى لنا بولتس جواه ما عمدش ناقص اللي كده خلاص رمضان واشياء بقى المراجعة الشجاية عام علش بقى احنا حنقلع عبائة سيف زاهر وحنقل بميدو دلوقت نفسي قل ايه مثال افخرة بيه ماليش لو بتكلم بأحكام قط اللبس تتفرجوا على العرض وصلتوا للحلقة السابعة في مسلسل رمضان وتقولوا ايه في كرينج انت لو كنت بتكرينج من كل حاجة بتتفرج عليها في المسلسل كان زمانك دلوقتي عبارة عن تدريسة متحركة انت بتتفرج ومبسوط وبتدحك وبتعايت وانا شفتك وعرفك وحجيبك محدش يترية ايه رايك في المدهة يا دول لا الترية على ايه يا رئيس بقولك انا عجبني مسلسل رمضان حتى ترية على اللي بيتفرجوا خلاص انا ما عادش هينفع اقول على اي حد بيتفرج على اي حاجة اي حاجة من اي نوع خلصنا خلاص لقد فقعنا في الوخ الموضوع انتهى والله يا اخي ما بتفرج براحتك لا لا اللي بيتفرجش على عيني وراسي يا جماعة صليوصل للحلقة السابعة خلاص وبعدين اللي ما يتفرجش ما يتججش اللي بيتفرجها هيجيلك يوم فمرة حنقفشك وانت بتتفرج على حاجة وحننتقم منك انتقام وحش محدش في الدنيا اكبر من الجلتي بليجرز وبعدين عاوز اسألكم على حاجة انتوا شفتوا دي دي اي جينج اللي كان في جعفر العوم ده الحلقة اللي فاتت مش حلقة النهار ده الحلقة اللي فاتت اخر الحلقة اللي فاتت بتاع لوبنا وانس لو انا فاكر اسم الممثلة صح اللي هي فاطمة ايه رأيكم انا معرش ده معمول ازاي يعني هو معمول بالتكنولوجيز البسيطة ولا هم عملوا حاجة فعلا ولا ده ميكياج وبس ولا ايه اي دي اي جينج كان كويس جدا ده احنا والله يا جماعة كلنا رأيانا زي بعض بس بنستخبه مكسفين نقول كده معمول كويس فاشخ كان عظيم جدا نتعمل بفي يتعامل بالتعامل بيه بس طلع حلو طلع نظيف وكلنا مستخبين كلنا عاجين الناس كل عمل تتكلم شوفت الكادر بتاع الهارشة السبعة شوفت الهيتشوت بتاع المعرفش ايه شوفت الهيتشوت بتاع المعرفش مال وانا قاعد متنح قدامي دي اي جينج بتاع فاطمة في جعفر العوم ده حيا حلو فلتر ولا مش فلتر معرفش ان شاء الله يكون اتعمل بالفوتوشوب فريم باي فريم بس اتعمل كويس والله احسن من اعمال اجنبية رجل ما بيتكلمش غلط هيه بقى خوفين يا ج يا عم ايه بقى يا عم ده كان ضحك خالص والله انت انا انت عايز تقول اي كلام نمطي وخلص الكول كلاب يقعد يترسج عند بعضه يقولك شوف الضحك اللي في الموضوع الموجود في الموضوع ده وانت تخش على الفيسبوك لقي نفسك بمضطرة تعمل ها 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 قالك شوفت الهبل ده معمول بفلتر انستجرام وخي يقول لقي خمسين ها 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 طب انا حعمل نفسي فعلا يا نهاريس ود عجبني يا مصبتي انا ايه اللي جرالي ده انا لازم اروح اتعالج لا 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 انا حعمل ها 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 معهم يمكن ابقى كول زيهم ولما تشتغل الاغاني بتاعة الهرشة السبعة اعرف هي ايه الاغاني بتاعة العيال الكل فشخ حدش في يوم بيشتغل شغلانة عادية انت ايه انا بشتغل في النجارة بعمل طحف فنية بايدي وبتجاوز واحدة بتا مدربة باليه مائي وصديقتي المفضلة بتشتغل في الاعلانات وجوزها بيعمل مشروع في معرفش مين وجدهم الكبير كان اول واحد يورد خراطيم الكولدير في العالم العربي حدش بيشتغل شغلانة عادية خ مصر كلها بتشتغل سيلز وماركتينج الا الاربعة دول هي حصلت يا محمود يا مادة تتفرج على جعفر العمد ايوة ايوة انا كنت بتفرج على جعفر العمد وتأثرت من المشهد بتاع فاطمة لما قابلت بدر الشامة انا مش مصدق ان انا عارف ديك ام اسامي الشخصيات اصلا وكفاية محاكمات بقى علشان اللي حيجي يتنطط ويقول كرانج ولا يكن دحك ايه الخيبة جيه فلتر انستجرام حتخليني اميل على مسلسل تاني انا بحبه وحتطر ان انا اقل منه بلال الشامة طب الحمد لله مش عارف اسمه مية في المية ده كويس ولا لا والله الحمد لله الحمد ديك تبقى مصيبة لو طلعت عارف اسمه صح تبقى مصيبة بجد مبسوط قوي بجد انك مش مكسوف انا متضايق ان انا مش مكسوف انا المفوضة كن باستخبى زيوك انا حدش بقى يقعد ينظر علينا ولا يتعمل علينا بعد اذنكو يعني مشهد محمد رمضان النهاردة هو بيثبت امه ولا يضحكت ومش مصدق ان انا ببحك ايه 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 اللي حصل لوقارك رمضان انت هتفقد وقارك يا رمضان ولا ايه انا بضحك على محمد رمضان وهو بيقدم كوميديا ينهاري سوده امتها ومن ثلاثة اربعة شهور كنت بحاكم الناس علشان فيلم هندي ده انا اروح اتنيل بقى جعفر العمد افضل موسيقى تصويرية ولا ايه رايك ما علمتش معي خالص ما سابتش معي اي اثر من اي نهار يا دود انا مشكلتي مع جعفر ده انه جو العمد ده مش حقيق دلوقتي دي مشكلتك الوحيدة مع مسلسل جماعة المسلسل مخرم من جميع النواح المسلسل عبارة عن نصفة انت لو حطيت فيه مكرونة حتقع من الاخران بس تواصلنا معي متفعلين معي خلاص مشكلتك الوحيدة نجو العمد ده مش موجود دلوقتي يا لهوي حافظ على زوءك من الحضارة بعد عن المسلسلات دي لا 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 انا انا باخد زحليقة جميلة ومستمتع بوقتي يا جماعة انا مبسوط والله يا الله انا وانا قاعد بتفرج على انا بعد الفطار بتفرج على الكبير ولما بجيب اخري قوي بروح قلب على فرنز شوية اخد نفسي قبل ما تخنق وبعدين برجع تاني اتفرج على الكبير لغاية لما يخلص وبعدين بروح فتح الواطشت وشاهد واللي بيجي في ايدي بقى جعفر الهرشة السبعة رشيد وصفار تك 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 بس خلصنا جميل ومبسوط جدا بالالربعة مسلسلات بالتقلبات ما بين الاربعة انا مقدر كل ما هو فني وراقي ومعقد ودقيق في تفاصيل الهرشة السبعة ومستمتع بكل ما هو قذر وملزق وغريب في التفاصيل بتاعة جعفر العمد اه مبسوط باللكنين الله تقلق مني لو جيت اقول لك اوف الهرشة السبعة ده ريحته كلونية هنا تبقى في مشكلة محمد سامي بقى لف يشتغل في الحيطة دي مع رمضان محمد سامي حريف اوي يا جماعة حريف اوي في المواقف الميلودرامية اللي انت مش مسد اي ركن من الاركان اللي قدت ليها ومع ذلك بمجرد بمجرد لما تشتغل بتتواصل معه وتتقصر هو حريف اوي من اللزين هتتابع المسلسل ما اللي بينزلو في نص تاني من رمضان اه طبعا اعتقد ان انا من اللي قلتوهم دول في حاجات كتير هتخلص في نص رمضان فحان رابلسهم ان شاء الله ايه حتى مش هتطلاق مي كسب تأثرت مش عارف الزل مش هتكرينج يموت والزل ولازم وابوس ايديك وابوس رجلك وخمسين مرة وبعدين الصدفة بتاع الدخوله في نفس اللحظة مع الحفاظ على التستسترون اللي بيتناثر منه في كل حتة انه هو ما يخشش وموقف زي ده غير وهو شايل واحد معه في شنطة العربية وجايبه يهزق فيه ويبقى دل فيه وكل ده انا داخل فيها ربي انا مش طيق نفسي من اللي بتفرج وبعدين البيت دروبس ولاقي نفسي متأثر ومش مبسوط مش فخور بنفسي خالص شايف ان جعفر نفس المستوى البرنس مثلا نفس المدرسة بس مش نفس المستوى البرنس كان دراميا قتقل شوية يمكن جعفر بيدحك شوية الستات وهلا صدق معاناها لصدق برضو مزعجة شوية بس في شوية تفاصيل بتضحك وبعد يعني السطور بتاعت هلا صدق مكتوبة حلوة قوي بس طريقة القاقها فيها شوية ازعاج بعد حبة كده خلاص نتبقاش قادر يعني بس حرصوهم على ان هو يقدم الحتة الشقية اللي هي دعوة بالكوميدي ادايات مخفيفة الاجواء شوية البرنس كان ملو دراماتيك قوي في كل تفاصيله رمضان بعنوان الجلتي بلدجر على فكرة هو عارف ده هم عارفين ده هم لا يدعوا ان هم بيقدموا دراما متماسكة وحاجات من دي يعني هم فاهمين ان هم الجلتي بلدجر وده ليه شعبيته ومفيش اي منع ان احنا متعرض له طالما عارفين انا وحيخلص خلاص اه احيي كمان بالمناسبة انا اضحكت على نقطة الاوبر النهاردة بتاعة حمد رمضان مدر شمسك نفسه لما نادح على نايم نايم رادي اوبر انا ما بعرفش ليه ليه ايه اللي يضحك في الموضوع ايه اللي يضحك في الجملة دي يا جماعة وهو واقف بيتكلم عن سواق الاوبر انت ايه يا ابني بتعمل ايه هنا انا اوبر ايه ليه اضحك انا ليه ما اضحك وبعدين صالح مراتي و طلعها ولا كناعية رادي اوبر ممكن ترتب المسلسلات من الافضل للاسوة اللي بتفرج عليهم او اللي عدوا عليها ماشي الهارشة السبعة نمرة واحد رشيد نمرة اتنين الصفارة نمرة تلاتة اه جافر اللهم ده لقم اربعة الكبير خمسة وعندك سره البتع ده واقع مننا اتفربت على شوية علاقة مشروعة برضو واقع مننا اتفربت شوية فالانا بتتخليف عنهم دول تعالى ما نحطهمش في التصنيف ومعرفش بقى ربنا سامحني على اللي قلته شفتوا اعلان التصالات لما في اتنين محمد هاني طالعه جدا ما بعض شعرته بايه ساعد حسيته بايه في اللحظة حاجة حاجة مخيفة جدا اصلا الدخلة الدخلة بتاعت الاعلان تشبه يعني لو حد بيحكيه لك تفتكرها ما طلع نقطة بيقولك مرة عمر خيرت ووجز ومحمد هاني كانوا في طيرة هلكوبتر ايه رأيك في اعلان الاهلي وبانك فاب مصف حلو بس مليان افهات ما تقدرش تنكر نفسك يعني وانت بتتفرج اللي بيقولك معقول في حد في الاهلي كله مش حريف اه فرقة الكورة نفسها اس عسعد خض بس لا يزال اعلان روبي حلو اعلان روبي يا طب يا معلم عمله معاملة كريستيان ورونالدو وميستيكا بس اعلان بتاع الاهلي ده حلو طبعا ده نسبة الاجماع عليه حتبقى مش كبيرة لان في ناس هتعاديه حتى وهو حلو بس تمام يا اعلان الاهلي اللي فيه وجزه وعمر خيرت ولا الاعلان اللي فيه كل الالعاب الاعلان بتاع وجزه وعمر خيرت دوت زي ما بقولك كده بيجيب لي افكار ساي كدلك ازاي اسرائيل اجلت الحلقة مفارح اي دي بقى حاسبها لشحروري عاوز يخليها يخليها عاوز يشيلها يشيلها وحور احنا احنا الاتفاق بتاعي مع صديقي زلطان مع صديقي شحروري في ان احنا بنعمل الستريم بالليل وعاوزين الملخص بتاعه يطلع تاني يوم قبل الفطار او بعد الفطار على طول علشان احنا هنتكلم على احداث في المسلسلات وحنعلق عليها وبتاع فمش عاوزين تكون نزلة حلقة جديدة وبعدين بنتكلم زي ما نكون متأخرين حلقة بس مبارح شحروري اغلب اليوم ما كانش متجاوب والحلقة اتأخرت وانا كل شوية اسأل ويه النظام ويه بتاعه ما عافش مين وبعدين اللي انتو بتعرفوهش ان صديقي شحروري فلسطيني عايش في فلسطين فمبارح منهم لله يعني البعدة كانوا عاملين قلق وعملين لجانهم بهدلين الشوارع وعملين حاجات بالطريقة دي فهو نزل عشان يعمل مشوار في العادي بيعمله في وقت قصير طول معاه جدا وتعب جدا عبالما رجع وعشان كده الحلقة اتأخرت ودي اول مرة في التاريخ احس بان الصهاينة اليوم اثر مباشر على الحلقات بتاعتها كل الدعم وكل الحب والله لشحروري وكل اخواتنا الفلسطينيين بس تخيلوا بقى الغرابة بتاعت العالم اللي احنا عايشين فيه ان احنا نصل اليوم الصهاينة ولا دي الكلب يضربوا لي حلقة قبتو شحروري بقى طيب يا جماعة بعد اذنكم حنتفرج سنشاهد لان الحلقة الاخيرة من رشيد حلقة الثامنة احنا دلوقتي حاليا في رشيدة بقى عندنا لغز واحد فقط هو الفلوس بتاعته جات منين وغالبا الموضوع حيبقاله علاقة بفاروق باشا اللي هو عمله واشرف عبدالغفور في السجن ده شفتوا موضوع التغيير بتاع الاسبكت ريشو حسب الفترة الزمنية مش حاسس ان احنا محتاجينه قوي بس هو كول يمكن كمان بالاخص لو بنتكلم على المشاهد بتاعت المحنة اللي بيمر بيها رشيد من سجن وامور زي دي فموضوع الاسبكت ريشو بيديلك احساس بالحبسة شوية من 13 reasons why دي مش من حد معين الناس كتير بتعملها الناس كتير بتعملها للاسباب ارتستيك اكتر من كده كمان مين من الناس القديمة مبسوطة بوجود اشرف عبدالغفور في المسلسط انا مبسوط بانهم بيفتكروا الناس دول برافو والله نخرج برا الليستة جدعان من الحاجات اللي مش عجباني قوي في رشيد على مستوى الاحداث على مستوى السيناريو نحس ان الدنيا كانت ملأمة شوية في فقدان التواصل مع العالم الخارجي بتاع رشيد يعني انا فاهم ان هو قال للناس محدش يكلمني ومحدش يجيلي وشوفوا حياتكم والكلام ده بس هو مش فاهم ان هو كان عنده ابنه ان هو لازم يرعيه بشكله او باخر او يفضل على التواصل معه فكان من المنطق ان يكون في مراسلات مع مع صلاح مراسلات مع اسماء رقم تليفون في حالة الطوارئ حاجات زي كده ولا انتو شايفين ايه وارد يكون البقية المتفقيد مع امير عشان يعملوا ده هيحتاجه ويعملوا رتقون كتير قوي يعني في حاجات كتير هتحتاج تتعدل في الاحداث عشان يوصلوا لده تاني ما اعتقدش انه كان متوقع ان في حاجة هتحصل اسوأ من السجن بس عنده ابن اهو اخيرا احيدة بيرد علي الله احب الاعمال لما ترد علي في نفس اللحظة التهيئات ادع عاطفية حلوة بس زادت شوية فيها سي كمات طب نعمل حتة فورش هادوين كده برضو زي اللي عملناها من شوية والمسلسل رد علينا على طول حودة ده المفروض انه دلوقتي حاسس بتهديد من رشيد فاول فكرة تيجي في دماغه يبلغ عنه ويحبسه لانه هو هربان من السجن صح ولا انا في حاجة هربانة مني ما يعرفش فاكره خرج يعني قالك زان بعرف انه برقاية وعم بس ما يخاف على نفسه يعني ده مجرم اولا واخير الكاميرا على الاقل قهد من المخمضة بتاعت مودة حركة الكاميرا في جعفر الله يبارك لك يا عم يوسيف ينهر ابيض على الشيكي كام والحركة والهاند هيلد كام بتاعت جعفر ده انا حاسس ان الجدع اللي مسك الكاميرا مش طيقهم قاعد يمخمطهم قصد يعني هو مسكها كده وعمال يعمل كده بها طول ما هو عمال يزور هو انا الوحيد اللي مش متأكد انه ابنه اصلي ما فيش حاجة تثبت برضو يعني لو في حاجة انا مش فاهم اه 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 يعني حطت الامكانية دي برضو هو في علامة في جسمه بس هو ممكن يوصل له معها ازاي يتيقلي عمر سيف وهو صغير المفروض حيبقى فاكر هو بيقول مش واعي هو مش واعي لابعد من الملجأ فما فيش حاجة بتلغي دي او بتنفيها في وحمة بتشيس بصراحة مش اكتبش اشك حركة في الدنيا بس يعني صلاح ورا حاجة وش اه اتصور اكيد بس زي ما بقولك هيحتاجوا يعملوا ريت كناية صعبة شوية يعني لو صلاح مش هارك امير يبقى المشهد بتاع المحكمة ده كان مشهد تمثيلي ودي اداة درامية انا مش داخلت نغي قوي مش من الحاجات اللي بحبها يعني ده كده في قوة اكبر ولا ايه فراولة فراولة اللي شغلتهم هما الاتنين عشان تنتقم منه نظريات نظريات نظرية فراولة دي وردة جدا خصوصا مع اسماء انت بررنس مهمة جدا النقطة دي لان يبنيه بينك من غير اللينك بتاع اسماءه فراولة فكرة انها كانت بتحبها وكانت بترحب بيها وكانت بتديهها فلوس وكانت بتنقطها مش هيبقى ليها اي اهمية في الصياق بتاعنا يتهيألم 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 اللينك ده واتحيبقى مهمة يمكن يكون كل حاجة او يمكن يكون حاجة بس هو مهمة اكيد لان افكر فيها من غير ما يكون في حاجة يبقى فكرة ان احنا نعرف من الاول انها كانت بتروح لها البيت وكانوا في علاقة ما بينهم وبين بعض وكان بتاخد منها فلوس يبقى ملهاش ايه اهمية احنا حنعفق المسلسل ده عدم المواخزة من الحلقة التامنة اللي هي اللي بتشقول لا بنبقى من الحلقة التاسعة شاء الله موضوع ان هما الاتنين مش طيقين بعض ده التمثيل يعني انا مشكلتي ان يبقى الحل في الاخر كله تمثيل في تمثيل ان هما بيسبقوا عليه دور دي ترى دي مش حلوة قوي اتمنى اتمنى لما الغاز كلها تتكشف يبقى فيها قدر معقول من الزكاة ده كل اللي انا بطلبه لو الحكاية غير ان امير هو المسؤول فعلا لوحده يبقى المسلسل صعب على نفسه انه يبيع لنا البديل بروفو عليك موافقك تماما نهاية الحلقة مفاجأة شوية ما تحسش ان دي كانت مصممة من الاول انها تكون النهاية حلوة الحلقة بس الحلقتين اللي فاتوا كانوا اشد الحلقتين بتوع السجن والحاجات دي كانت حلقات مؤلمة يعني طريقة بتاعت المسلسل في نقل المعاناة بتاعت الشخصية خلتك تحس انك لو انا في المحنة دي تحبقى حاسس ازاي ولو الاحداث اللي قدماك وصلتك للنقطة دي تبقى نجحة بكل تأكيد تمثيل ممضوح حلو جدا تمثيل ممضوح حلو جدا بعيدا عن المشاهد شديدة الانفعال في الحلقتين اللي فاتوا مش بقول عليهم وحشين او حاجة بس انا لما بنوصل لدرجة الانفعال دي ما بعرفش اميز بالصراحة مين بيمثل كويس ومين بيمثلش كويس الاداءات بتتشابه في الحتة دي شويتين يعني ما يخستعش منها غير الممثل الوحش قوي وهم طبعا افضل من كده بكتير بس اللي انا عجبني اكتر هي المشاهد الاهدة شويتين اللي هو بيخوط فيها المعاناة طريقة التفاعل بتاعته مع اللامبة اللي كان بينه وراء وبيقفلها دي بما تحتمله من رمزيات كدلك نظراته هو نايم الحاجات السطل شويتين ديت انا بالنسبة لي مقامها اكبر شويت لكن الانفعال شديد دوت انا بحس ان كل الاداءات بتتشابه فيه حلو بيأثر بس محكمش على ممثل منه ايه هي رمزيات اللامبة الامل التطلع الاسباب اللي تدفعك للحياة في الوقت اكما نضح احسن اداء في رمضان لحدة دلوقتي على مستوى البطولة من الافضل بس مش عايز افكر دلوقتي في موضوع المقارنات مفيش حد ابهرني لدرجة ان هو يتفرد عن السر بقى بس كده خلاص انا جوع تقوي بقى ولازم نقوم نتصحر صباحوا على خير جميعا اتمنى لكم صحور لطيف وباي باي